إذن التساؤلات تحوم بشأن تطورات متلاحقة وسريعة على الأرض مع إعلان نائب وزير الدفاع الأوكراني سيطرة الجيش الأوكراني على كل منطقة كييف وبالمقابل تتجه الأنظار إلى الجنوب وتحديدا إلى دونباس وتركيز الضغط والقوات الروسية في هذه المنطقة لو بدأنا بالعاصمة كييف وتحديدا شرقي العاصمة كان أعلن سابقا عن انسحاب القوات الروسية تحديدا من منطقة بشكل كامل من مناطق محيطة ببروفاري وتجمع قوتها في مدينة برولوكي وتبعد نحو 125 كيلومترا عن العاصمة كييف وتابعة لمقاطعة تشيرنهيف بينما انتشرت القوات الأوكرانية في مناطق شكلت منطلقة للهجمات الروسية إذن هذه هي الجبهة الشرقية لكن في الجبهة الشمالية الغربية كان هناك حديث عن انسحاب للقوات الروسية وذلك من بلدات بوتشا وبرودينكا باتجاه الحدود البيلاروسية غستوميل بدورها غادرتها القوات الروسية واتجهت إلى ديمديف وتبعد 30 كيلومترا إلى الشمال عن كييف وطبعا دوما حينما نتحدث عن هذا المحور محور إيربين بوتشا وغستوميل فغستوميل كان مطارها من أولى المناطق التي سيطر عليها الروس وهذا المحور إيربين بوتشا وغستوميل شهد أعنف المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية إذن جبهة شمالية تغيرت معطيتها بشكل كبير وسريع ومع ذلك استمر القصف الروسي في مناطق مختلفة هنا في منطقة ذينيبرو في منطقة بافلوغراد تحديدا وسط أوكرانيا وأيضا سمع دوي انفجارات في زابوروجيا وشرقا في خاركيف قالت الاستخبارات الأوكرانية إن القوات الأوكرانية تمكنت بعد قتال عنيف من تأمين طريق رئيسي فيها لو ذهبنا إلى الجنوب الغربي وتحديدا في أوديسا تحدثت قيادة الأركاني الأوكرانية عن إطلاق صواريخ اسكندار استهدفت المدينة وتصدت لها الدفاعات الأرضية الأوكرانية واللافت كان إعلان الجيش الأوكراني عن رصد تحركات للهجوم من الجهة الغربية وتحديدا من هذا الإقليم هذا الإقليم في الحدود مع مولدافا اسمه بريغني ستروفيا وهو أيضا إقليم انفصالي إمكانية الهجوم من هذا الإقليم باتجاه أوديسا وطبعا إضافة إلى الهجوم من البحر عبر البحر الأسود وطبعا يأتي ذلك بعد استعصاء إمكانية السيطرة على ميكولايف من قبل القوات الروسية في ماريو بول الوضع الإنساني فيها والوضع الإنساني سيء الرئيس الشيشاني قال إن مقاتله في هذه المدينة بدأوا باقتحام مناطق فيها وتوقع مستشار الرئيس الأوكراني أن تقع فيها اشتباكات عنيفة ومعارك عنيفة هناك أيضا معارك دارية في كل من لوغانسك ودونيتسك وحسب الدفاع الروسية فإن قوات دونيتسك تتقدم في أحد المحاور وتخوض معارك ضد قوات الإنزال الأوكرانية إذن على جبهات مختلفة تتغير جغرافيا السيطرة لصالح الأوكرانيين بينما تقول روسيا إن هدف عملياتها العسكرية وحماية جمهورية دونيتسك والوغانسك داخل حدود عام 2014